اشتركوا في القناة اهلا بكم احبتي من جديد مازلنا مع قناة تفسير الاحلام مع اخيكم اسماعيل الجعبيري الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ولاه ايها الاخوة الكرام النعرض هنتكلم عن موضوع مهم جدا احلام مبشرة عن الغنى في المنامي ان شاء الله تبارك وتعالى في بعض الرؤية جماعة مش بتدل على الرزق فقط ولكن احيانا في بعض الرؤية تدل على الغنى والثروة ان شاء الله تبارك وتعالى وربما الميراث وميراث من حيث لا تحتسب يعني من حيث لا احتسب يعني من الممكن ان يكون فيه مثلا فيه ميراث انت مش عامل حسابك عليه فيجيلك فجأة شيء انت فقدت الامل فيه فيأتيك الى اخر هذه الاشياء اول رؤية معنا وهي رؤية الماشي بعكاز خشبي شايف ان انت معك عكاز خشبي وماشي به طبعا الكلام للرجال والنساء ولكن دعوني كأنني اخاطب الرجال والرؤية اللي فيها تحديد سواء للمرأة او للرجل هحدد انما طالما بتكلم بصفة عامة يبقى للرجال والنساء حتى ولو كان الاسلوب للرجال ولكن الكلام يشمل النساء الماشي بعكاز خشبي هذه الرؤية تدل على الغنى ان شاء الله تبارك وتعالى بعد كده تدفق الماء من المنزل للمرأة المطلقة حينما ترى المرأة المطلقة ان الماء يخرج من ارضية المنزل هذه الرؤية تدل على الغنى باذن الله تبارك وتعالى رؤية شروق الشمس تدل على الغنى باذن الله تبارك وتعالى فهي رؤية محمودة الرؤية اللي بعد كده وهي رؤية مخ العظام السائل اللي فيه العظام لو انا شفت مثلا ايدي وكأني عندي القدرة ان انا انظر طبعا الرؤى يعني عندنا قاعدة فيها ان الاحلام ملهاش قاعدة القاعدة ان الاحلام ملهاش قاعدة ممكن اشوف اشياء يستحيل حدوثها في الواقع فاذا رأيت السائل اللي هو مخ العظام في المنام فهي رؤية تبشرني بالغنى ان شاء الله تبارك وتعالى رؤية الكهف المليء بالطعام المليء بالخزين من خيرات الله سبحانه وتعالى فهذه الرؤية تدل على الغنى ان شاء الله تبارك وتعالى والكلام بصفة عامة رؤية المصابيح المضاءة رؤية تبشر بالغنى الكثير ان شاء الله تبارك وتعالى رؤية البنت العزباء وهي تفتل الحبل حبلين اتنين وحطتهم في بعض كده نفترض مثلا زي السل كده كده وهي شايفة في المنام ان هي بتفتلهم في بعض كأنها بتعمل ضفيرة من ضفائر الشعر مثلا او بتدككهم كده مع بعض تمام فتل الحبل في المنام باليد كده للبنت العزباء رؤية تبشر بالغنى الشديد ان شاء الله تبارك وتعالى رؤية ركوب القطار مع الام الحية رؤية تبشر بالغنى ان شاء الله تبارك وتعالى من الاشياء التي تأكل او تشرب رؤية الحليب الذي طعمه جميل في المنام من الاشياء التي تأكل رؤية البازنجان وبالمناسبة يعني انا كل ما بييجي سيرة البازنجان في المنام بنوه وبنبه مش لمجرد المشاهدات انا عامل فيديو عن البازنجان منذ سنين اسمعوه هتتبست والله خير كبير لمن يرى البازنجان في المنام وكمان رؤية الفلفل الاخضر الجميل الطازج هذه الرؤية تبشر بالغنى القادم ان شاء الله تبارك وتعالى من الاشياء الجميلة جدا الجنيه الذهبي الذهب في المنام ازاي ما بنسمع من المفسرين لا يفقهون شيئا عن تفسير الاحلام واحيانا بيتصدروا المشهد وبيظهروا في التلفزيون الحمد لله انا بظهر في التلفزيون كمان عشان بعض الناس يقول لك ايه ده هو بيغير من اللي بيطلعه في التلفزيون لا انا بطلع من التلفزيون فهي العملية مش كده يقول لك ان الزهب ذهب شيء وعلى فكرة ده مستقرة عند كثير من النساء وده من الاشياء الخطيرة من المعتقدات الخاطئة عند كثير من النساء وطبعا هم معزورين بسبب الاشكال دي اللي بتتكلم عن الذهب بهذا المنظر الذهب ذهب شيء كلام ده غلط الناس دي ما درسيتش حاجة اصلا طبعا ده شيخهم جبل من الاخر اما رؤية الذهب عموما رؤية محمودة جدا لها علاقة بالمال رؤية الذهب لها علاقة بالمال بخلاف البنت العزباء لها علاقة بالزواج الرؤية اللي بعد كده رؤية الدود الكثير على الثياب من الرؤية الجيدة جدا ان شاء الله تبارك وتعالى التي تدل على الغناء الكثير ان شاء الله دي كانت بعض الرؤية الجميلة صرطناها في بعض الدقائق انتظرنا في اللقاءة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة